اشتركوا في القناة شؤون الاسلامية والاوقاف ووزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك لمناقشة التعديل المقترح في المشروع الهادف الى الزام مؤجري العقارات ببيان الغرض من تأجير المساكن قبل تسجيل عقود الايجار بما يوفر الحماية للأسر البحرينية ويحفظ كيانها وتماسكها من جانب اخر ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة والعمل على تنفيذ جميع المقترحات التي اوصى بها اعضاء مجلس الشورى